إلى شأن المغربي الآن حيث أصدر عزيز أخنوش رئيس الحكومة أصدر في بداية هذا الأسبوع منشور تفعيل عرض المغرب من أجل تطوير قطاع الإدروجين الأخضر بوصفه عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموعة سلسلة القيمة للقطع ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة المغربية فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة تفعيلا للتوجيهات الملكية في هذا الموضوع وفي هذا السياق قال عبدالصمد ملوي رئيس لجنة التكنولوجيا والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بمنتدى الصحراء للحوار والثقافات قال إن المغرب يتوفر على عدة مقومات لإنتاج الإدروجين الأخضر منها ما يعرف بالكهرباء الخضراء والمياه ذات ملوحة قليلة لإنتاج الإدروجين الأخضر ليست كل الدول لها القابلية لإنتاج الهدروجين الأخضر ولحسن الحد المغرب يتوفر على مجموعة من المقومات التي هي كالآتي أولا لإنتاج الهدروجين الأخضر يجب أن تكون لدينا كهرباء من مصادر خضراء لأنه لا يسمى هدروجين أخضر إلا إذا تم إنتاجه عن طريق تحليل كهربائي الذي يستعمل الطاقة المتجددة النقطة الثانية أن إنتاج الهدروجين الأخضر يجب أن يتوفر هناك ماء وبدرجة ديال الملوحة قليلة يعني خاصة يكون الدولة اللي تنتج الهدروجين الأخضر لها إما محطات ديال تحليت ماء البحر إما مصادر ديال الماء قريبة من الإنتاج لتتكون درجة الملوحة قل من الملوحة البحرية وهذا كذلك بالنسبة للمغرب قد يستثمر فيه ويستثمر فيه مستقبلا خصوصا في إنشاء ديال المحطات تحليت ماء البحر المسألة الثالثة والمهمة وهي التشريعات المصاحبة لهكذا يعني عملية ديالإنتاج لأن إنتاج الهدروجين الأخضر يدخل ضمن المجالات ديال الطاقات المتجددة والمغرب صباق إلى مجموعة يعني من القوانين المشجعة للاستثمار في هذا الباب ديال إنتاج الهدروجين الأخضر